هموما مصدر في النادي الاهلي اكد للرقم 10 ان محمد حمدي الزايل ايصر لفريق بيراميدز اعلن رغبته المسؤول النادي الاهلي انه مش هيلعب غير للاهلي وان الموضوع منتهى بالنسباله ومش هيجادل عقده مع بيراميدز العقد اللي هينتهي بنهاية الموسم الجاري وللعلم محمد حمدي من نشي النادي الاهلي وكان الاهلي سابه فري وانت قال ليه المصري وبعد كده ليه بيراميدز محمد حمدي هيبقى صفقة اكيد قوي جدا للنادي الاهلي ويبقى بديل رائع جدا لعلي معلول في الفتر اللي جاء محمد حمدي من العناصر اللي دايما كانت موجودة مع منتخب مصر جزفالد فريرة المديل الفني النادي الزمالك قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيترو اتليتكو التالي الزمالك قدم مباراة جيدة امام بيترو اتليتكو ومشكلة الفريق الاسسية في انهاء الهجمة رسالة اللاعبين هي اننا بعد الخسارة من الوداد المغربي لعبنا لقاء بيترو اتليتكو بجودة عالية وده يعطينا الامل في العودة بشكل افضل في الفترة اللي جاية لدينا اهداف نسعى لتحققها في الفترة اللي جاية والاداء امام بيترو اتليتكو كان جيد ومبشر ويمنحنا امل وان فريق بيترو اتليتكو تحديدا فريق جيد والتعادل معاه نتيجة عادلة لعبنا بطريقة جيدة وقمنا بتضييق المساحات مما تسبب في قلة فرص بيترو اتليتكو الانجولي ودي اول مباراة لم يسجل فيها المنافس اهداف انا راضي بشكل عام عن الاداء امام بيترو اتليتكو لانه يمنحنا امل بان القادم افضل اكيد جميل نادي الزمالك تتمنى ده ومستنية القادم افضل لنادي الزمالك مصطفى فتحي النهاردة قاد فريقه التعاون السعودي لتعادل مع فريق ابهب هدف لكل فريق في الجولة 25 في الدول السعودي مصطفى فتحي افتدح التسجيل للتعاون في ديئة 17 بعد خطأ من الحارس استغلوا مصطفى وسجل الهدف قبل ديئة وقبل ديئة واحدة من نهاية الشوت الاول تمكن سعد بكير من معدلة النتيجة لصالح نادي ابهب في مرمى التعاون واصل نادي التعاون حفاظه على المركز 13 برصيد 26 نقطة في الدول السعودي في محتلة ابهب المركز السادس برصيد 32 نقطة الله بقى شوفوا بقى الخبر الحلو ده الخبر الحلو ده الحاجات اللي هي ايه الحاجات الايجابية اللي قابل معسكر المنتخب الحاجات اللي تفرح عمر مربوش النهاردة قبل انضمام لمعسكر المنتخب مصر تعلق مع فريقه شتوتجارد في مباراة اوكسبورج في دول الالماني بعد ما سجل وصنع في ديئة 79 سجل مرموش هدف التعادل فريقه من رقلة حرة بتزديدة رائعة سكنت الشباك معاننة هدف التعادل لفريقه بهدفين مقابل هدفين بعدها في ديئة 85 صنع مرموش اللي هدف في التالت لفريقه واللي سجله تياجو توماس عشان تنتعي المباراة بفوز فريقه ويكون عمر مرموش هو السبب في الفوز النهاردة قبل مباشرة مع أسكر منتخبنا الوطني كل التوفيق لعمر مرموش بإذن الله هو تريسجيل المتقلق أيضا في الدولة التركية في الفترة الأخيرة وطبعا صلاح كالعادة ثابت المستوى ورائع بإذن الله ربنا يحمي ويحمي كل العيب منتخب مصر قبل هذه المواجهة الكبيرة قدام المنتخب السينياري